يا رب على الجميع احبتك انا هطلع جل والدي انا عمي فهل يعني انا ان شاء الله الشواء بتاعه او اللي انا هعمله ليه هو وانا هاخده ايه برضو ولا اقول له ليه هو ان شاء الله ماشي جزاك الله كل خير واعانك اللابس الاول نتكلم عن الحج بالانابة اولا صحة ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحلة خلاص بلغت به الامراض والشيخوخة والضعف والوهن حيث انه مقدرش يثبت على الناقة او على الحمار او على الحصان الى اخره افأحج عنه قال لها نعم بس بشرط ان هي تكون حجت عن نفسها اولا لان اقول للحج محمد يجوز لك الانابة عن والدك بشرط ان تكون انت حجكت عن نفسك اولا وانا انبه لوجه الله واناك فيه يعني انا لا اتهم احد بس فيه مافيا بتتاجر بالحجيك في البلاد المقدسة من بعض الوفدين وبيجمعه فلوس من عدة اشخاص بدعوة الاناب هذا خطأ لان الحج محمد بتسأل سؤال وجيه سواب هذا الحج يقع عن مين؟ عن من نوت عنه فقط وليس عنها وعنه لا عنه فقط انما في بعض المرتزقة وانا بنبع عليها وانا تملأ للمرارة واعرف يعني صانع هؤلاء ان بيجمعه فلوس من اناس بدعوة الانابة وبيحجوا كده عن عشر افراد يعني يأتي واحد يجمع فلوس من اناس ويداعي ويزعم ان بيحج عن العشر هذا خطأ وباطل ولا يقع الا عن واحد بشرط ان يكون الانسان عنده ظروف الاخت محمد لان والدها رحمه الله توف او اذا كان مريضا فان شاء الله يتقبل الله عن الوالد فقط وانتي ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله فيكفيك انك وصلت الرحل بيخبروننا بالاستاذ عبداللطيف تفضل ترجمة نانسي قنقر